اشتركوا في القناة عندها اسبوعيين لسا طالعين من البلاصي تربية الانارب بالتفصيل الانارب ده هي كنت شاريهم زغانطاتين كده هوت اكبر من الانارب دي بشوية كده هوت من 13 شهر اشتريت نتايتين ودق وعملت لهم نتوجة كده هوت في حرف الصور كده هوت بنتها وسجفتها بحاجات موجودة من اللي عندي كده وستكتفق بأسمنت لانهم بيفحروا في الرمرة في فزاء ممكن يفحروا ويهربوا هو تربية الانارب على السطحة احلى لكن في الارض فظيعة اي حتة يفحروا وعاوزين يهربوا يفحروا في الرمرة رحت الانارب جبتهم وجعدت واحدة واحدة كده هوت جبت لهم علاف اناارب وجبت لهم والاكل بتاعهم وبرسيم والنظافة والنظافهم وكده وفوق ده هوت برضو نجيب لهم فتمينات من السيدلية البتارية ونجيب لهم مضاد دحاوي نحط لهم ربع معلاجة على رتل مية كده ونسجيهم في المية وكان جلبهم منفوخ وكان شكلهم وحش جعدت بالمضاد دحاوي ده هوت يشربوه يخفف لهم بطنهم ويخفف كل حاجة واحدة واحدة بجع عندهم ثلاثة شهر هم كانوا جاينا عندهم شهر وجعدوا عندي ثلاثة شهر وولده والدنا وحضرت لهم طبعا البيت الولد الحتة اللي يولدوا فيها بلسي كده هوت يعني نتوجة عاملانهم نتوجة اي حد يربيها عادي يعني ما تكلفتش اي فلوس وحضرت لهم البلسي وعدلت لهم العشة وولدوا الحمد لله وراحوا رايحين والدين ها ولسه تلعين عندهم أسبوعيين لسه تلعين من البلسي النهاردة رح تقولت تعا نصوركم وما خافوش مني وقاعدين ياكلوا بسم الله ما شاء الله وبعد كده هوت طعمت الأنارب النتيات النتيات الكبار ده هم ما تشترت لهم طعم سيولا للدم الطعم السنوي هو اسمه كده الطعم السنوي ده يعني كل سنة يتعاموا الدكر ما طعمتهوش لأن أول ما ما فيه دكر يكبر من الزغنطاتين دمت ان شاء الله بإذن الله ده علف حتى لهم علف نروح دبح أنا الدكر الكبير فما منطعمش منطعم النتيات بس لكل واحدة نص سنتي في رجبتها من فوق كده تحت الجلد كده يا دوبك بسن سغنطت كده هوا طعمت النتيات الطعم بخمستاشر جيني الواحدة بخمستاشر جيني جيبت لهم سنتي بتلاتين جيني كل واحدة نص سنتي عطتهمهم تحت الجلد كده هوا فرصه ده هوا كتبت المعاد اللي أنا عطت لهم التطعيم فيه وانطعمهم إن شاء الله السنة الجاية لو كان لنا عمر إن شاء الله وهم حاجة نضافة العشة والأكل وفتمينات وكل شهر نجيب لهم المضاد الحيوي ده هوا نحط لهم في المية لكل المضاد الحيوي ده بقى لكل حاجة لمعدتهم يعني الجهاز التنفسي الجهاز التنسلي لكل حاجة لكل حاجة يخفف لهم كل حاجة أما التعم اللي أنا عطت له للنتايات الكبيرة ده هوا للسيولة في الدم لأن الصيف الصيف جاية هوا عشان الصيف لكن المضاد الحيوي لنا من الدولون كل شهر ده هوا طهو اللي جميل وفيه زوائي نحطه على الرد هو أنا كنت مربية أنارب جابلي كده ومشيت عليه بقى كتي جميل لبطنهم لكل حاجة كل حاجة يفتح نفسهم على الأكل وبنحط لهم عسل في المية جميل العسل كمان فتمينات جميل العسل قام بسم الله ما شاء الله ازاي ونحط لهم خميرة على علف خميرة من الفورية دهيت بتفتح نفسهم على الأكل كماء وهم بيأكلوا كل حاجة حتى واحدة تلجت كده هوت لجيتها ماشت تحت الشجرة جاعدة تاكل زهر البرتقان اللي واجح في الأرض البرتقان هتغل ما يفضلش الزهر كله يجح في الأرض كده رحت لما كله كله بالجش وجبته لهم جاعدين ياكلوا بيأكلوا كل حاجة وجازر وقشر برتقان بننشفه جميل اللي بيردعه عندي قشر برتقان نشف على طول ندرهم يجرجشه كده هوت على طول وجازر وبدنجال وبطاطس كل حاجة كل حاجة بنحط لهم كل حاجة أي حاجة تكون عندنا تنظيف البيت يعني مطرح الطبيق مطرح كله نحط لهم كل حاجة ياكلوا كل حاجة والعيش أهم حاجة البطنوهم يسرف الأكل للعيش أهم حاجة ولما البرسيم يخلص طبعا نأكلهم علف وعيش ومية لكن أي لما يبقى في برسيم نجيب لهم برسي بصو بسم الله ما شاء الله الرصاصي فاتح وحدة بيضى بس اللي اللي هنا في الحرف جي اللي بيدعو كلهم بصوا بس